أرحب بدايةً بالزميل محمد باء الذي ينضم إلينا في هذه الجولة من محافظة الجيزة لكن اسمح لي محمد وزملائي المراسلين أن أذهب إلى الزميل محمد محروس الذي ينضم إلينا من غرفة عمليات محافظة الأقصر أهلا بك محمد في هذه الجولة نتحدث الآن أو محمد عبد العزيز من غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب يتحدث عن أن هناك إقبال كثيف في محافظة الصعيد تحديداً من قبل المرأة حول هذه أو في هذه الانتخابات وربما تتصدر الصفوف إلى جانب الشباب للمشاركة في هذه الانتخابات ما الذي تم رصده في غرفة عمليات المحافظة؟ هل هناك إقبال كما ذكر محمد عبد العزيز في هذه المحافظة؟ محافظة الأقصر من الشباب والمرأة على هذه الانتخابات خصوصا في الساعات الأولى من اليوم الثاني تحياتي لك همام ولكل مشاهدة إكسرا نيوز في كل مكان بالفعل نحن في محافظة الأقصر تحديدا في غرفة العمليات المركزية المشكلة هنا في ديوان عام محافظة الأقصر رصدنا منذ الأمس الوضع داخل مختلف اللجان هنا في محافظة الأقصر كما ذكرت همام المرأة الصعودية والمرأة الأقصرية بالتحديد كانت حاضرة وبقوة في كل اللجان هنا يعني المرأة الأقصرية حريصة على المشاركة السياسية في كل الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها محافظة الأقصر المرأة كانت حضرة ليست كنخيبة فقط ولكن أيضا كانت حاضرة كمرشحة وصدعت المرأة أن تحصد مقعدين من خلال نظام القائمة هنا في محافظة الأقصر نحن الآن في غرفة العمليات يعني رصدنا كيف يتم العمل هنا ومعنا الآن على الهواء مباشرة لقاء مع الدكتور محمد عبدالقادر نائب محافظ الأقصر لنتعرف منه أكثر عن كيف يتم العمل هنا داخل غرفة العمليات وعن الوضع بشكل عام في اليوم الثاني والأخير لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب برحب بحضرك معي فنم على الشاشة إكسرا نيوز عايزين حضرك طمنا عن الوضع هنا في محافظة الأقصر وكيف يعني تجري المنافسة هنا في محافظة الأقصر في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب أهلا بيك وأهلا بقاءة سيسي بيهي سي وجميع أستاذ المشاهدين طبعا زي ما حاك ذكرت منذ قليل أن احنا بنبدأ في اليوم الثاني للانتخابات طبعا الجولة الإعادة ما هي إلا استكمال لمرحلة الأولى للانتخابات البرلمان بيجري على الانتخابات على ثلاث مقاعد الحقيقة منذ أمس وصباح باكر اليوم رصدنا انتظام كافة لجان فتح اللجان في معايدة المقررة وحضور السادة القضاء وأيضا توافد السادة الناخبين إلى أماكن الاقتراع بكل سهولة ويأسر حتى الآن لم نتلقى بلاغات من شكاوى أو سواء من المواطنين أو من القائمين على العملية الانتخابية معظم الفئات العمرية بيتوافدوا على اللجان والحقيقة شايفين إقبال نسبة عالية منذ أمس حتى الآن نسبة عالية بتشارك وبتدليب أصواتها أيضا للاختيار من يرواهم مناسبا يمكن معروف عن محافظة الأقصر أن بها عدد من الدوائر التي تشهد منافسة شرسة نظرا لوجود القبلية وانتماء عدد من المرشحين لبعض العائلات يعني هل رصدت غرفة العمليات هنا أي خروقات في هذا الإطار منذ الأمس وحتى هذه اللحظة في اليوم الثاني لجولة الإعادة؟ الحقيقة هو مش بس منذ الأمس أو حتى الآن هو منذ جميع الانتخابات السابقة اللي مرت بها محافظة الأقصر لم نرصد هذا النوع من الأحداث أبدا كافة اللجان وكافة الإجراءات الخاصة بعملية الانتخاب تثير في سهولة ويأسره ومنتهى الديمقراطية وشعور بالرضا والارتيح العام طب يا فنم احنا لو تكلمنا هنا عن العمل داخل غرفة العمليات كيف يتم التنصيق مع الجهات المعنية بمتابعة هذا الاستحقاق الانتخابي وكيف يتم التعامل مع أي شكوى تصل أو ترت إلى غرفة العمليات طبعا غرفة العمليات تتابع كافة الإجراءات وكافة سير العمليات الانتخابية من كافة مراحلة سواء من منذ بداية فتح اللجان في تمام الساعة الساعة صباحا وتيسير سهولة وصول السادة الناخبين إلى اللجان للاختراع أيضا داخل اللجان بيتم عمليات التنظيم من حيث التباعد الاجتماعي وتوفير بعض الكمامات لمن يصل إلى اللجان دون وجود معاه كمامة عند ورود شكوى بيتم فحصها من المديريات المعنية كلهم فيما يخصوا بالتعامل من الطبع والتنصيق مع القوات المسلحة والجهات الأمنية والرقبية لكن حتى الآن منذ أمس وحتى الآن لم نرصد أي بلاغ ولم نتلقى أي بلاغ أو شكوى طبعا هذه الانتخابات تجرى في ظل ظروف استثنائية وهي مواجهة فيروس كورونا المستجد كيف استعدت محافظة طلقصر لإجراء جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في ظل هذه الظروف نحن نعاول على إدراك المواطن ووعيه العالي في مواجهة هذه الأزمة الجميع الحياة حرصون على الإجراءات الوقائية الشخصية حرصون على التباعد الاجتماعي وعلى ارتذاء الكمامات والحقيقة احنا برضو بنكرر مناشدتنا ونكرر نداءنا للمواطنين من خلالكم بضرورة الحفاظ على كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية كلها إجراءات بسيطة لكن بتدي نتيجة كويسة ونتيجة عامة لحفاظ على الجميع يعني طبعا الغرفة تتابع عملها منذ صباح الأمس وحتى هذه اللحظة ما رصدته الغرفة بالنسبة فيما تعلق بالنسبة بالمشاركة يعني فئات المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي المرأة الشباب يعني الفئات التي شاركت بكثافة في هذا الاستحقاق أو في هذه الجولة بتاعتها حياة محافظة الأقصر من المحافظات اللي دايما بتشارك بكافة الفئات العمرية ومختلف الخلفيات الثقافية أيضا بينزلوا وبيشاركوا وبيضلوا بأصواتهم رصدنا حياة كافة الفئات وكافة الخلفيات كلهم نزلوا وبيضلوا بأصواتهم والحياة بشكل ناجح لتأسير العملية الانتخابية الدكتور محمد عبد القادر نائب محافظة الأقصر شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل إذن مشاهدين الكرام كان لنا هذا اللقاء مع نائب محافظة الأقصر الدكتور محمد عبد القادر والذي تحدث عن الصورة بشكل مجمل خلال يوم أمس واليوم الثاني والأخير لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب أشكركم مشاهدين على طيب المتابعة والآن عود إليك أمام محمد محروس مراسلنا من محافظة الأقصر شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وطبعا شكر موصول ضيفك الكريم على كل هذه المعلومات